أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5 زائد 5 استعناف اجتماعاتها في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد توقف داما لثمانية أشهر أكد عضو اللجنة مصطفى يحيى أن الاجتماع سيبحث استكبال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية بتي من البلاد وبحث أزمة الميليشيات المسلحة تتواصل الجهود لإحداث انفراجة في الأزمة الليبية على كافة الأصعدة عسكريا تستأنف اللجنة المشتركة 5 زائد 5 اجتماعاتها بعد توقف دام ثمانية أشهر الخامس عشر من هذا الشهر ستكون سرت على موعد مع أول اجتماع عقب القرار على أن يحضر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اللقاء أيضا ملفات شائكة ستكون حاضرة على طولة النقاش أبرزها استكمال خطة إخراج القوات الأجنبية وأزمة الميليشيات ويقع الملف الأخير تحديدا في بورة الاهتمام العسكري إثر المخاوف من اشتعال الأوضاع على الأرض في أي لحظة ووصولها لمرحلة لا يمكن السيطرة عليها لسيما أن غربي البلاد لا يكاد يلتقط أنفاسه من الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة التي تندرع بين الحين والآخر وكان آخرها الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العجيلات واضطرت السلطات على إثرها لتعليق الدراسة ومناشدة السكان البقاء في منازلهم لحين انتهاء المواجهات تلك الجهود العسكرية ترافقها محاولات لإنهاء الجمود السياسي بلقاء جامع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة الأسبوع الماضي واتفق الأطراف خلاله على وضع خارطة طريق ومسودة للقاعدة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات ويستوجب إجراء الاستحقاق الانتخابي أجواء أمنية مستقرة ومن هذا المنطلق يتحتم تسوية ملف الميليشيات وإنهاء فوضى السلاح في البلاد في أقرب وقت معنا من بنغازي مدير مركز تمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية بداية لو نستذكر سوية لماذا تم تعليق اجتماعات هذه اللجنة لثمانية أشهر خصوصا أن الاجتماعات الأولية كان في تفاؤل حول نتائجها خصوصا أنها كانت تجري في جو من التفاهم بين الطرفين أولا مساء الخير لحضرتك ولكل متبعيك في كل مكان والطاقة المصاحب لك في هذه القناة الموقرة في الحقيقة لجنة الخمسة زياد خمسة أزم بأنها لم تتوقف في عملها وليس في حد استناف بقدر ما هي مستمرة في عمل هذه لجنة العشرة وهي من الكوادر العسكرية الليبية التي تمتل قواتنا المسلحة العربية الليبية والمشكل في العمل أن العمل السياسي أو النخبة السياسية في ليبيا هي من تعرق للعمل في ليبيا هناك مشكلتين أساسيتين أمام اللجنة العشرة وهي اللجنة الخمسة زياد خمسة هو موضوع أخراج المرتزقة ما تفضلتم في تقريركم وتسوية أوضاع المجموعات المسلحة أو حل المجموعات المسلحة التي الآن صار يتمترس خلفها السياسيون السياسيون هم الذين يتمترسون خلف المجموعات المسلحة لإطالة الأزمة في ليبيا ولعدم حل المشكلة في ليبيا وحقيقة الآن أصبحت هذه المجموعات المسلحة وخاصة غير المؤدلجة منها والتي تعاني الكثير في ظروفها أعتقد أنها سبب ضحية من ضحايا السياسيين ولأن لجة الخمس زياد خمسة وأنا مصادر مؤكدة من داخل اللجنة بأنهم عملوا خطة متكاملة لتسريح المجموعات المسلحة بالتنسيق مع هؤلاء الشباب من أجل انهاء حملهم للسلاح والانتقال إلى الحياة المدنية والحياة التي تحفظ لهم كرامة العمل وكرامة العيش ووجودهم في داخل مؤسساتهم من خلال عودتهم إلى مدارسهم والتعليمهم وإلى عملهم هناك المهندس والأستاذ والطالب والفني والمكاني وبالتالي هذه المجموعات المسلحة التي وخاصة نؤكد على الغير المؤدلجة منها وهي التي هناك إمكانية واسعة جدا في حل هذه المجموعات المسلحة وأنخراطها سواء كان فرادة في القوات المسلحة أو في الأجهزة الأمنية الضبطية أو من خلال الحياة المدنية الأخرى ولكن السياسيين هم الذين هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة توجود القوات الأجنبية والمرتفق الأجانب وهذه حقيقة من الأعمال التي تعمل عليها لجنة الخمزة الخمسة والتي بوجود سياسيين يريدون استمرار الأزمة في ليبيا وارتباطهم بأجندة خارجية ولا استثني من ذلك أحد من أجل أن يبقوا في سدة السلطة ومن أجل أن تستمر هذه الحالة إذن لابد من تمترس خلف السلاح وهذا السلاح هو الذي ضحيط المجموعات المسلحة التي أصبحت الآن ضحية من ضحايا الفساد السلطة قبل نحو عام في أول اجتماعات خمسة زائد خمسة كان في حديث فعلا عن ضرورة خروج المجموعات الأجنبية وحتى وضع بعض الجداول مجموعات من الميليشيات الأجنبية في الشرق تغادر مقابل مجموعات في الغرب وكان في حديث نشط وقوي وحتى مدعوم من الغرب عن هذا الموضوع الآن أين ذهب هذا الزخم برأيك هل حتى المجتمع الدولي بات غير معني بموضوع الميليشيات الأجنبية التي ما زالت في ليبيا أحسنت وهذا عبي آخر على لجة العشرة هذا العبي الحقيقي هو تخلي المجتمع الدولي على التزامة في المساعدة في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب بشكل متوالي ومتوازي ووفق مراحل معينة ولكن المجتمع الدولي والمجلس الأمن والاتفاق الجنيف هو الذي خدل هذه اللجنة وترك هذه اللجنة تعمل منفردة ولولا عزيمة رجالها من القوات المسلحة في الغرب والشرق من الخمسة زياد خمسة لنحلت هذه اللجنة وأصبحت في مهب الرياح ولكن هناك عزيمة في رجال القوات المسلحة على استمرار هذه العمل وعمل هذه اللجنة رغم تخلي المجتمع الدولي على مهمة هذه العمل على مهمة هذه اللجنة وخاصة أن هناك كانت تواريخ محددة فرح بها الليبيون وفرحنا بها كثيرا بأن هناك موعد لخروج كل المرتزقة من كل مكان وكانت هناك بداية من القوات القيادة العامة من القوات المسلحة بإخراج مجموعات وبتت في الإعلام المجموعات التي كانت مرتبطة بالقيادة العامة وتم إخراج جزء منهم والآن مستمر هذا العمل وأنا متأكد أن إرادة اللجنة الخمسية الخمسة أرغم ضيق الدعم لها سواء كان هذا الدعم المحلي والمتمثل في السياسيين أو الدعم الدولي المتمثل في الدول التي تساهم بشكل أو بآخر في التدخل في الشأن الليبي أو الأمم المتحدة وبعتتها وهذا ما نقل للمبعوث الأمين العام السيد عبدالله باتيلي الذي ألتقى بكثير من المجموعات في ليبيا وأنا حضرت واحد هذه اللقاءات وتم التأكيد على أن الليبيين يريدون الجلوس مع بعض ويريدون حل هذه المشاكل وخروج المرتزقة والمقاتل إلى جانب وكان ذلك بحضور لجة العشرة التي رأيناها منسجمة ومندمجة مع بعضها كفريق واحد يمتل التلاتبية العسكرية ويمرتب الضبط والربط العسكري ولم نستطيع أن نفرق هذا من أي مجموعة وهذا من المجموعة إلا بالمعرفة الشخصية في أسمائهم السيد محمد هنا أيضا مهم هذا الشيء لأن اللجنة هي تحل الأمور العسكرية في محاولات لتوحيد الحكومة محاولات لجراء انتخابات لكن في النهاية موضوع توحيد الجيش موضوع من هو القائد الأعلى للجيش هل هذه المواضيع تدخل فيها اللجنة 5 زائد 5 أم أنها تنأى بنفسها عن هذه المواضيع وتعتبرها سياسية متروكة للسياسيين هناك في دارة الجيش وفي قيادة الجيش هناك مسألتين مرتبطات ببعضهم البعض الأولى وهي مرتبطة بالتراتبية العسكرية يعني لا أعتقد أن هذا موضوع يضبطه القوانين العسكرية وهي التراتبية الأعلى فالأعلى فالأدنى 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 وهذا بتاريخ التخرج بالرتبة بالوجود وبالتالي هذه لا يوجد مشكلة عند الموسطة العسكرية والموسطة الأمنية كذلك ولكن المشكلة وهي هناك أخرى وهي مرتبطة بموضوع الانتخابات فالقائد الأعلى للجيش هو رئيس الدولة وفق الحالة الطبيعية من ينتخبه الليبيون سيصبح رئيسا للدولة من ينتخبه البرلمان سيصبح وزيرا للدفاع وبالتالي هناك ألية والقائد العام للجيش هناك تراتبية لها علاقة بالتراتبية والسلم العسكري الذي نحترمه جميعا وهذا ما يجعلنا نحترم الموسطة العسكرية ونتعامل معها كأساسي في المجتمع وفي البلاد وهي التي تمثل المهمة الأساسية في السيادة وكرامة المجتمع وحماية حدوده الداخلية والخارجية وبالتالي ليس هناك مشكلة وليس لا أعتقد أن هناك مشكلة في لجة الخمزة الخمسة مشكلة الخمزة الخمسة الآن في شغلها هو المرتبطة بشيئين أساسيين وهو خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من جهة وتسريح المجموعات المسلحة ودمجها في المجتمعين هدايا وابنائنا وأخوتنا وأهلنا وبالتالي ما عندهم من يطرع مديبيا هداينا أبنائنا وأهلنا وبالتالي كان لهم دور كبير منهم في مجموعات منهم وخاصة المجموعات غير مهدلجة في حفظ الأمان في حفظ السلام في حل كثير من المشاكل في استعاب الناس التي حجرت من منازلها كان لها دور ليس كل شيء سلبي في هذه المجموعات أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بنغازي مدير مركز تمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي ترجمة نانسي قنقر